اسمع محمد محمد حمد محيدين المعاقون أو ما يعرفون بذوي الاحتياجات الخاصة لم يسلموا من جرم ميليشيات الموت الحوثية التي تدفع بهم إلى محارق الموت لتعزيز جبهاتها المنهارة وجعلهم وقودا لحربها العبثية كغيرهم من المغرري بهم بما في ذلك الأطفال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية دون توقف أو خشية من محاسبة في ظل التراخي الأممي الحاصل والتغاضي الدولي المخجل عما يجري في اليمن بحق المدنيين والأبرياء من جرائم حرب وجرائم إبادة تنفذها الميليشيات الكهنوتية خدمة لأجندات وأطماع خارجية تدفع بهم ميليشيات الموت إلى محارق الهلاك لا يعلمون من أين أتوا ولا أين هم ذاهبون فقد استغلتهم جماعات إجرامية ودفعت بهم مكرهين إلى الجبهات ليلقوا حتفهم أو يقع المحظوظون منهم في الأسر بقبضة رجال القوات الحكومية والمقاومة المشتركة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من جديد محافظة حجا شهدت أكثر الانتهاكات بحق ذوي الاحتياجات الخاصة كغيرها من المناطق التي دخلتها الميليشيات وجندت الأطفال ومن استطاعت التغرير عليهم من أبناء القبائل بمشروعها الدخيل وشعاراتها الزائفة التي تتكشف لليمنيين يوما بعد آخر ليجدوا أن الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي ما هي إلا خدمة لمشاريع وأطماع خارجية لا علاقة لها باليمنيين لا من قريب ولا من بعيد